يمكن ده جانب من حادثنا عن اللي كان بيجرى في البلد إنجازاً خلال السنين اللي فاتت يمكن حتى لما دخلت كنتقول الأرقام مخيفة يعني أنا كنت وأنا داخل فببص على الشاشة كده فلاقيت إنه الامتناد أو العمران في مصر اللي حصل في 38 سنة عملنا قده في 7 سنين فده بحادث ذاته مخيف جداً مخيف إيجابياً يعني حاجة رقم يخض لكن عايز أرجع شوي على السياسة في كلمة الرئيس النهاردة وهو يتحدث عن إنه ضرورة النزول للإدلاء بالأصوات ضرب المثل أمام العالم في إنه إحنا في عندنا مرشحين مختلفين كل حسب رؤيته واتجاهه وإيدولوجيته وما إلى ذلك وإنه الرئيس يشجع على الإدلاء بالصوت كل واحد على حسب ما يرى كيفما يتصور كيفما يؤيد وده خطاب سياسي عادة لم نكن نعهده قبل 2014 لا أنا النهاردة عجبني حاجتين قوي في كلام الرئيس أولاً ترحيبه وتأكيده ودعاءه أيضاً إنه هو لو حد تاني فيه خير للبلد فأردنا وفاقه وترحيبه بالمرشحين المحتملين المنافسين وده أمر أعتقد جيد الأمر التاني إعلانه إن الفترة الجاية إن شاء الله يكون فيه انفتاح وتعددية حزبية ودعم للحياة السياسية والتعددية الحزبية ده أمر جدير إحنا برضو بننتقل من مرحلة لمرحلة لمرحلة في المرحلة الأولى أو في الولايات الأولى كان طبعاً التركيز الأول على الإرهاب التركيز التاني ممكن على التشغيل والمشروعات الكمية والبطالة أو زي ما قال في المرحلة أو تثبيت مؤسسات الدولة الشعاري اللي أعلنه الرئيس لا يوجد حد وصل خالص في مؤسسات الدولة فدلوقتي بقى العملية محتاجة السياسة تاخد حيز من فكان الحوار الوطني آه وزاتاً الحوار الوطني كان مبادرة طيبة جداً وخلينا برضو نهنئ ونبارك ونتمنى له التوفيق للدشارة محمود فوز يعني الصديق العزيزي يستحق وهذه سكة غالية أعتقد أنه يعني إن شاء الله يكون قدها بإذن الله فالحوار الوطني نجح والناس حضرت وأنا قلت يوم أول يوم في الحوار الوطني وقابلتك لو تفتكر في المتاح أن كان يعني ده كان أكبر ضربة للإخوان أن كل الناس مجتمع إلا الإخوان أن هذا التجمع ما حصلش من 30 يونيو أو من 3 سبعة كل الناس مجتمع إلا الإخوان وكلهم مجتمعين إن الإخوان ما يبقوش موجودين وأصبحت الإخوان يعني منذ وصولهم للسلطة وهما سبة أنا فاكر في انتخابات النقابة الصحفيين وده تسأل عليها الأستاذتنا الكبيرة الأستاذات الحقيقة دايما كان المرشحين يذهبوا إلى مرشد الإخوان يحصلوا على البركة لأن فيها صوات كتلة إخوانية في 2012 في ظل وصول الإخوان للسلطة وزملائي يشهدوا على ذلك الناس كانوا بيتبرقوا من الإخوان لو حد لي علاقة بالإخوان يقولك أنا مش رحش إخواني ما ليش علاقة بالإخوان وما زالوا سبة أي حد ينزل لازم يقول لنا موقفهم الإخوان إيه يعني من الناس ما قمتش بصورة ضد الإخوان عشان حد يجي يتحلف مع الإخوان طبعا لا لازم يقول لنا موقفهم الإخوان إيه الإخوان فصيل مرفوض شعبيا وسياسيا الإخوان كانوا بيصبروا أعضاءهم بعد 2013 إن ده حصل المحنة دي تعرضنا لها في الخمسينات والستينات ورجعنا تاني طب يا سيدي انت كان محنتك ساعتها مع نظام انت الوقت محنتك مع الشعب انت كل شهيد ونهاردة المؤتمر يعني أحسن لأنه يعني قرأ الفتحة على الشهداء من الشرطة والجيش والشعب أيضا الذين توفوا في أحداث إرهابية لأن فعلا لولا دولة ما كانش حد فينا قاعد نفتكر الأيام الصعبة طبعا نفتكر الأيام الصعبة بالنسلة واللجان الشعبية والكلام ده فالإخوان لما جم الإخوان المصرين بقى عندهم طار مع كل قرية لو تفتكر كل شهيد يا ناسه بتطلع في قرية بيبقى الهتاف الرئيسي لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله فمش بسهولة كده الإخوان ارتكبوا جرائم أخلاقية وإنسانية وسياسية ووطنية هذا الفصيل الإرهاب الخائن مش سهل حتى يحط إيده في إيده ليس من المتصور أنه ليت أن إحنا حد يحط إيده في إيده الإخوان الإخوان يؤيدوه يؤيد فكرة عودة الإخوان للعمل السياسي بدعوة أنه مش كلهم زي بعض وهناك من لم تتلوث أديه لا 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 لكن دخلين نهزر بقى لا إحنا يعني خلينا نقول أنا دايما نقول كل إرهابي إخواني مش لازم كل إخواني يكون إرهابي لكن كل إخواني تبع التنظيم صعب أن أنت تتعامل معاه طالما تبع التنظيم صعب التعامل معاه طالما فيه تنظيم إخواني سيظل صغر في جسد الوطن لو الإخوان موجودين في مصر ولا كان حصل إصلاح اقتصادي ولا مصر دي تلعت خطو ولا خطو الإخوان طول عمرهم كمان شوكة في ظهر الديمقراطية لأنهم كانوا فترة من الفترات الناس كانوا بيفتكروا أنهم حجة لكن لما فعلا وصلوا للحكم قال لي بالك بعض النوق بالأسف كانوا بيدفع عنهم قبل 11 ويقول لك البلد مش تستعمل ديمقراطية بحجة الإخوانة تبرير الإخوان لما وصلوا الإخوان للحكم ووروهم بقى كمة الديكتاتورية يعني برضو النظام السلم اللي هم طلوا عليه ورحوا رموه وإحنا عنين 15 سنة لأنحكمكم لأنقيت لكم يا رب بس ما حدش يطلع لنا بحدودة جديدة زي حدودة العصير اللمون وفيرمنت وما إلا ذلك أتمنى يعني أن احنا نكون خلاص فيه عندنا فائض من الخبرة وحصلنا ضد هذا النوع من الخطاب السياسي أو التصورات السياسية الخائبة